ما حسيت فيها اكثر يمكن او يمكن انا لدي خطأ فعشان كذا قررت انو احدث في القناة اني عصي يا ربوني اجيني من تالي و اجتلكم فيديو جديد و الفيديو هذا رح يكون مختلف عن باقية الفيديوهات انو رح يكون اخر فيديو ليا في القناة صح رح احدث في القناة قررت انو اترك لكم اخر فيديو في القناة اتمنى لكم انتم حبيتو فيديوهاتي اول سبب اللي تركي للقناة انو احسنت اني ما قدرت اخليكم تنجذبوا لي او مثلا يعني انتو ما حسيتكم يعني شخصيتي يمكن او عندي عيوب شغلات كثيرة فيديوهاتي موقدي كده ما عجبتكم اكثر ما جذبتكم اكثر ما ما حسيتو فيها اكثر يمكن او يمكن انا عندي خطأ فعشان كده قررت انو احذف في القناة واترك اليوتيوب نهائيا عامة يعني حتى افكر انو اترك السوشال ميديا في المستقبل يمكن اترك الاستجرام كمان تيك توك وزي كده فالمهم انو حسنت بهذا الشيف عشان كده قررت انو اترك القناة ثاني سبب لي هي لترك القناة انو انا هذه الفترة في تحديد مصير حياتي المستقبلية بما انكم تعرفوا اني انا ثالث ثانوي وراح اتخرج فلازم احدد ايش ابغى في المستقبل ايش رح يكون في اي جامعة او اي حياة او اي كده فهذا الفترة مره فترة حساسة ليا ولازم احدده بالمستقبل عشان لي رح اكون فيه عشان كده انو ما عنده وقت كثير اصور في اليوتيوب او كمان تقريبا كل مرة اصور فيه ياخذ مني وقت ياخذ مني جهد ياخذ مني تفكير اكثر انو افكر في تصوير الفيديوهات اكثر عشان كده احس بصداع احس بتعب بنفس الوقت ما القي التقدير ولاقي كمية ناس تعلق بطريقة غير ايجابية ثالث شي انو تلقيت بهذا الفترة في حياتي يعني ممكن اكثر فترة في حياتي لقيت عنصرية وتنمر شديد على السوشال ميديا في منهم اللي يهددوني تهديد ترى في منهم يتردوني من البلاد حتى لو هم مو بلادهم يتردوني يعني يقولوا لي اطلع من كوريا انتي كذا وكذا وكلامهم هم ما معرفين شي عني عن حياتي يقولوا لي كلام فعلا جارح يعني لو انتم تشوفوه لو انسان لو حيوان ما ادري ايش السبب الكراهية اللي سويتهم يعني انو يقولوا لي هذا الكلام كله يعني انا ما ادري ايش اللي عملته في حياتي عشان يتأذوا مني او ايش اللي سويته لهم عشان يقولوا لي هذا الكلام والله لو انسان اكره ما اقول له هذا الكلام يعني لقيت كمية عنصرية وتنمر في العرب اكثر يمكن من الكوريين يعني مهما كان عنصرية الكوريين تبقى ارحم على الاقل انا مختلفة عن الكوريين يعني لا لون يشبههم لا شكل يشبههم لا لغة اشبههم في مني اكيد حاجات مختلفة عن ثقافتهم صدرت مني فممكن يكونوا تعنصروا علي او ممكن عشان الانسان لما يشوف واحد غريب لازم يحب انو يفرض شخصيته عليه فعشان كده ممكن سوى هذا الشيء المهم انو انا انصدمت مكثرة التعليقات يعني هم عرب زي نفس اللون نفس الشكل نفس الهذا سبوني بالاهل بالدير بالشكل يعني تنمروا علي وسبوني بكل معنى بكلمة سوري انو اخويا قادي صرخ الهيل المهم انو كان سلوب كلامهم فعلا مو متحضر وكان مرة سلبي وتنمر هذا الفترة فعلا تنمر بشكل يعني مرة مو ملائم فالمهم قررت انو اترك القناة واحس انو كده كفاية واذروني لو انا سويت حاجات اخطاء او حاجات ما حبيتوها مني او صدرت مني الفاظ او صدرت مني شغلات ضايقتكم فاذروني منو ااذروني المهم انو خلاص هذا اخر فيديو لي في القناة او حبا اشكركم على الناس في ناس دعمتني يعني ما قلت شيء بس فعلا لقيت عنصرية وتنمر انصدمت يعني شيء براسل والله لو الكوري شاف هذا التنمر والعنصرية والكلام البذيء اللي يقولوه هي في التعليقات يعني انقلعي انتي من اموم البلادك ليه تصرفي يعني تخيلت انو كوريين نفسهم رح يرحموني لو شوفوا هذا الكلام يعني والله كم تعليق سلبي على صحابي يقولوه يضحكوا يقولوا هذول الناس ترلي يعني مجانين يعني ما عندهم سالفة فما ادري هذول الناس عبارة عن ناس يعني ما عندهم القدرة انو يظهروا شخصيتهم او ناس حسودة ما عندهم سالفة فعشان كذا يعملوا هذا الشيء فالمهم انو هذا اخر فيديو ليه في القناة واشكركم كلكم وحبكم مرة وقبل ما اخلص الفيديو ذا رح اقول لكم كلمة اخيرة انو عملت لكم مقلة ترى حابة افرحكم بشيء مش عارفة ايه كيف اقولولكم انو انا تقريبا صار لفترة وصلت للمية من قبل شهرين وثلاثة يعني وصلت والحين انا زيادة فاعطوني الدرع وحابة افرحكم فيه فا اول درع في البيت احصل علي درع المية الف مكتوب اسمي فمش عارفة سوري اني عملت المقلب بس حاليا فعلا الكلام تقريبا اللي قلته فعلا صحيح مية بالمية وكثير من الناس تعصروا علي وسبوني وأهانوني وقالوا هذه الدولة مو دولتك ومعرف ايش يعني يتخيلوا يتكلموا ويعرضوا يتمنوا يقتلوني ويقولوا لي اني انا كذا وكذا وكذا فعشان كذا انا اقول هذول الناس من جرد ذباب اكترونية يعني عاملين زي الذباب لما يزن على الراس عاملين لما يزن على الراس فهم عاملين زي كذا المهم انه اذا عندكم حلم او عندكم شغلة لازم تنفذو للنهاية ترى انا فتحت القناة بس عشان احبيت اورريكم حياتي حياتي في كوري احبيت انه ما اصطنع شي ما اجيب اي فيديوهات خارجة بس انا احبيت اورريكم او روتين حياتي وشغلات كثيرة قبل ما افتح القناة كانت حابة انه اعلم الكوري بس لقيت نفسي انه مو شاطر بالكوري يعني مو شاطر اني ادرس فما لي الامكانية ان اعلم ناس واكذب عليهم وقولهم مسوق كذا ولا تعلموا كذا بانهاي انا ما اكون قد الشي يعني عشان كذا انه مبسوطة اني جذبت مئة الف شخص وفي كثير يعني ناس اكثر من مئة شخص في متابعيني على القناة وهذا هو غوصل الدرع تأخر قبل فترة بس انا طالبت فيه وخلاص اشكركم كلكم وهذا الشي انه وصلني مئة الف شخص شيء مو عادي انه قدرت اجذب الناس ودعمتني كثير ترى دعمتوني مرة واحبكم مرة من جد احب الناس اللي تدعمني والناس اللي ما تدعمني معاليا منهم المهم انه هذول الناس مجرد ناس بس من خلف الشاسة تقلت سبك وانتلع انه تنمر عليكم وانترع ايش من هاي كلامه ولا شيء عبارة عن ذباب اكترونية تهشوا يمشي فالمهم انه هذا الشيء عندكم وصلتوني وصلتوني الى مئة الف واكثر حاليا يحطني قدرة المسئولية وانه انزل الفيديوهات اكثر واكثر وتكون ممتعة اكثر واكثر فانا غبت فترة هذي عشان اندي كانت فترة تحديد للجامعات وامتحانات وزي كذا عشان انا الثانوي المهم انه اشكركم مره وعلى فكرة اذا عندكم حلم او عندكم شغل تقدموا على اليوتيوب او على السوشال ميديا لا تحتمل للناس وعلى فكرة والله انا بوريكم صورة الكاميرا اللي اصور لكم فيه ما عندي كاميرا ما عندي كاميرا حتى الكاميرا اللي اشتريتها وما قد كده يعني ممكن تصوير الجوال تصوير جوالي الكاميرا هذي احسن من هذا والحين قد الكسر احسن من الكاميرا العادية اللي اشتريتها اللي اخدت بسعره انه انا ما افهم كثير بالكاميرات فالمهم انه احاول اجمع انه اجيب كاميرا عدلا وحاول انه انزل فلقات وحاجات كده بس حاليا اللي امكاني اموقات كده احبكم مرة واللي ممشترم في القناة ياراتي اشتركوا اذا عجبكم الفيديو سوري على المقلب شكلي بعمل فيكم مقالب كثيرة بس انتظروا في المستقبل اذا ما حبيتو احبكم مرة ومن جد احبكم مرة فمن جد احبكم مرة ما اعرف ايش اقول انه بسلطة اني قدرت اجذب هذا المجموعة من الناس ومش اعرف ايش اتكلم كله والله كلام عقوي من راسي شكرا 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 لكم يارات تشتركوا في القناة اللي ممشترك في القناة ويارات تابعوني على استغرام انتو تقريبا انتو تقريبا تهين عني كل شي وانتابعوني في التيب تو بحطركم الاسم وما عليكم من الناس الحقودة والعنصري واذا عندك هدف كملوا للنهاية وعشوا حياتكم وحبوا حياتكم اكثر واكثر ونطنشوا اي احد يتكلم لان هذولا بالنهاية ابارة عن ذباب يلا مع السلامة ومشوفكم هلا خير